مشروب ساخن ضد البرد يقوي المناعة ينظم الهرمونات والأهم من هذا أنه يعالج ارتفاع السكر بعد تناولك للأكل وأيضا يمنحك الشعور بالسعادة ويعالجك آبة هذا الجو سوف أشاركه معكم الآن مكونات سهلة جدا في إبريق سوف أضع ملعقة من الشاي سواء الأسود أو الأخضر لكن إذا كان الشاي أخضر يكون من الأفضل وذلك لسبب احتوائي على مضادات أكثر مختلفة ومركبات مضادة للالتهابات ومضادة للسرطانات وتعالج العديد من الأمراض وأيضا تحمي من خطر الإصابة بداء السكري وأيضا مفيد في تخفيض مرض السكر سوف أضيف أيضا ملعقة من مزيج القرنفل والقرفة لأن هذين المكونين الخطيرين والرائعين ينظفان الجسم من السموم وأيضا ينظفان الجسم من الدهون التي تتركز في الوجبات السريعة ومصنعة وأيضا غيرها من الأطعام الغير الصحية التي يمكن أن تتناولها فسوف ينظف جسمك من كل هذه الأمور سوف أضيف القليل من بذور الكزبورة لأنها تحمي من نزلات البرد وتحمي الجهاز التنفسي لدينا وتعطي تقاوض لجسمه أيضا تخفض مرض السكري وسوف أضيف أيضا القليل من الينسون يبقى اختياري فقط للتحلية والذي فوائد رائعة خصوصا للنساء في تكبير المناطق الأنثوية سوف أضيف الماء المغلي على جميع المكونات وأتركه حتى ينقع تماما وأقوم بشربه وتنوره بعد الأكل مباشرة يمكن تحليته بالنسبة لغير المصابين لكن أفضل حتى لو كنت غير مصاب بدأ السكري أن تشربه هكذا أو تحليه بالعسل الطبيعي فقط لكي تستفيد من جميع فوائد المكونات التي وضعناها في هذا الشاي الرائع جدا كان هذا هو فيديو اليوم أي سؤال أو استفسار أتركه أسف في التعليقات سوف أجيب عنه في الحال بالنسبة لمن يريد الفيديوهات القصيرة بدون شرح بدون معرفة فوائد المكونات فعليك بمشاهدة الفيديوهات القصيرة التي أضعها على قناتي سريعة جدا في أقل من دقيقة وإلى اللقاء